تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة انطلق مهرجان الصداقة الدولي الرابع للبيزرة بتنظيم من نادي صقاري الإمارات تحت شعار واجبنا تمرير فن الصيد بالسقور إلى الجيل القادم بمشاركة تسعين دولة وثماني أكاديميات دولية للصقارة بالتعاون مع جامعة نيويورك أبو ظبي والاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على البيئة عقد الاجتماع الأول بين الباحثين والمتخصصين لمناقشة تراث الصقارة والحضارات قديما المؤتمر اليوم بالتعاون مع جامعة نيويورك في عدة متحدثين يتكلمون عن مختلف تراث الصقارة تراث في الحضارات إن كانت القديمة وغيرها وكيف تطور هذا التراث إلى ما نراه اليوم طبعا نحن نأمل إن شاء الله أن من هالمؤتمر تكون فيه مخرجات المخرجات هذه راح تكون إن شاء الله هي توضع كخطط عمل راح نعمل مع جامعة نيويورك ومع منظمة الصقارة العالمية كيف نعيدها للواقع وكيف إن شاء الله أبوظبي تتبنى مثل هذه المشاريع وهذه التوصيات كيف نقدر تكون استمراري للمؤتمرات السابقة ويشارك في الملتقى عدد من الباحثين والمهتمين بالصقارة إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في تاريخ الصقارة وعمق تراثها الإنساني الحاضرين من 76 أضافة كبيرة جدا لهذا المؤتمر لأنهم أول شيء مارسوا هذا الموضوع وتابعوا المهرجان من نشأته من 76 الذي دعال الله يرحمه الشيخ زايد فهذه استمرارية طبعا راح نستفيد أيضا من خبراتهم لأنهم بعضهم باحثين بعضهم أصحاب مراكز كتار وعمل على الطبيعة بعضهم ديكاتر بيطريبة فهذه كلها إضافات لهم وهم يعني مخزون علمي كبير لنا ويتخلل الملتغى عدد من البرامج التي تهم الصقارين في مختلف أنحاء العالم للمرة الأولى منذ انطلاقة المهرجان عام 1976 يلتق اليوم 27 باحثا وصقار من الذين دعاهم المغفور له الراحل الشيخ زايد لتكون فرصة لالتقاء الماضي بالحاضر طرعا نايف لمركز الأخبار تفزين البحرين الإمارات العربية المتحدة العين